نروح بقى للنقطة حاجة بتكلم فيها ان هو كان قدار مباراة للأهلي اللي هي الأهلي واللي إسماعيلي الدور الأول الإزمع الأول برضو مدرستين مدرسة حتستبعد الحاكم اللي هي حايدين مباراة الأهلي والزمال ما يفعش يحكم مطشين في ثلاث قسابية ده حاجة الحاجة التانية ربما ممكن يكون في مشكلة في المطش فيبقى أنا حرقته فيبقى هو يستاهل ان هو يلعب ولكنه ما كانش موفق يوم المطش ده فأنا بعضته تمام؟ دي مدرسة المدرسة التانية يقول لك لأ أنا حقيم الكل كله حياخد فرص وحنقيم الناس وبناء العالية حنقول مين اللي يستحق مباراة الأهلي والزمال أنا الحقيقة مش مع المدرسة دي لأن احنا عارفين مستويات الحكام إيه وعارفين مين فيهم الموفق ومين اللي لأه ومين اللي بقاله فترة طويلة ماشي بمستوى ثابت وخاصة أن محمد عادل كان مرشحة بكالة لإدارة المباراة دي يعني كان فيه كلام برضو عن مباراة تانية اللي هي كانت بتاعة أمين عمر مين اللي حيدير فيهم أمين ولا محمد عادل وفي آخر لحظات أدار المباراة أمين عمر فكلنا عارفين محمد عادل كويس وعارفين إنه هو لو أدار المباراة دي يديرها كابتن أنا لو عندي مثلا حساباتي حاطت في دماغي إن التحكيم المصري هيدير اللقاء فمفروض قبلها بأسبوعين ثلاثة بحاطت في دماغي ده ما قدرش أقول المفروض عشان كابلك إيه؟ هي مدارس واحد بيستبعد عشان ما يحصلش مشاكل للحكم ده اسمعني بس اسمعني أنا دلوقتي رئيس لنجد حكام فشايف إنه هجيب حكم أجنبي ولو مش حكم أجنبي هبحكم مصري تمام تمام فلو أنا بفكر في محمد عادل من البداية مش هحطه مطش الإسماعيل ده 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 تفكيرك ده اللي أنا بقولك وأنا اتفق مع تفكيرك ولكن في تفكير تاني برضو ممكن يكون ليه وجاهة إيه هي؟ إن أنا الناس أنا ما شفتهاش بقالي فترة أنا ما كنتش موجود أنا ما كنتش متابعك عصام عفتاح فبتفرج عليهم واللي هو موفق واللي هو كويس أنا حتدي له مبارا طيب خلاص بقى محمد عادل يحاكم كل اللقاء طالما هو موافق يحاكم مثلا يحاكم مثلا في الفرقة مثلا خمس أسابيع من ست أسابيع أنا بقولك المفهوم اللي هو يختير على أساسه أو هيختار على أساسه حاكم مباراة العادل إنت مين كنت شايفه غير محمد عادل؟ صراحة لا أما عايز أقول لها حاجة كل اللي هما ما لعبوش تمام؟ هما مؤهلين هما يلعاب مباراة دي يعني محمد معروف أحمد الغندور محمد عادل ممكن هما يديرهم مباراة دي ولو كان الحانف الموجود ممكن يديرهم مباراة دي لأنه هو عادر مباراة العادل زلك من فترة إبراهيم النور الدين نفس الوضع أدر مباراة العادل زلك من فترة مين؟ إبراهيم النور الدين إنت إيه مش عايز تقول لأ لأ لأنه ممكن يكون لها أسئلة كتير ممكن يكون لها أصلي إجابات كتير ولكن معلوماتك معلوماتي أنه هو لعب قبل كده أنه هو أدر مباراة قبل كده تمام محمود البن أدر مباراة قبل كده مع عشان كده أنا قلت لك محمد عادل هما رحوله يعني أنا لو أنت سألتني أنت لو سألتني أنا محمد عادل ولا البنة حقولك البنة فعلا وده لا يقلل محمد عادل في شيء ولكن يعني الاتنين مكونين قناعة عند رأي العام مكونين قناعة عند الأندية الأندية بتصق فيهم كل ده موجود في الاتنين ولكن البنة الفترة الأخيرة لأ زاد قوي